شوف حضرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول ايه ارأف أمتي بأمتي أبو بكر وزع بقى يا رسول الله بقى ايه الاهتمام بما يتناسب وأشدهم في الدين أمر وأصدقهم حياء عثمان وأقطاهم عليه وأفردهم زيد بن ثابت وأقرأهم أبي وأعلمهم بالحلال والحرام معاز بن جبل ألا وإن لكل أمة أمينا وأمين وهذه الأمة أبو عبيدة من الجراح فحضرت النبي كان عارف كل تفاصيل كل واحد وإيه أجمل حاجة في كل شخصية من شخصيات أصحابه كلهم أجمعين منظرة منه كان بتوصل المعنى ده لكل واحد من الصحابة فكل واحد من الصحابة عارف خصوصيته أكثر حاجة ممكن تفشل القصة دي إن احنا لازم نبطل الانتقاد لأولادنا لما ننتقد أولادنا الانتقاد المستمر بيهد في شخصياتهم التماسك فبيخرج أسوأ ما فيهم فيخليهم معاديم السقة ويبتدوا يعملوا إيه يروحوا إلى منطقة المقارنة ومنطقة الغيرة ومنطقة الحقد ومنطقة الحسد ومنطقة كمان الكراهية لأن انت جمالك هو اللي خلى بابا ينشغل عني فأنا بكرهك ليه كده كل ده عشان احنا بنعمل الكلام ده طب إيه الإجراءات اللي نعملها ونقول إجراءات كده بسرعة عشان نبقى مركزين والد تتعودوا في حلقات يلا نبني معنا ورق وقلم أو نحفظ شوية أول حاجة نبطل المقارنة ما بين أولادنا واللي حواليهم سواء اللي حواليهم دولة أولادنا الآخرين أو سواء حوالينا أولاد خليتهم أولاد عملتهم أو زملائهم في المدرسة نبطل المقارنة واحد يقول لي طب أنا إزاي أحمسه حمسه بإنك أنت تقوله أن فيه حاجة حلوة فيها هتخليه إنسان متميز حمسه بما فيه من جمال نتعالوا نتفق عن حمس أولادنا بما فيهم من جمال أنت بتعرف الحكاية دي طب ما تعمل كذا 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 تاني حاجة ندي اهتمام خاص مناسب لطبيعة كل واحد من أولادنا فدي شيء مهم جدا جدا ولازم نخصص الوقت نص ساعة نوزعها للاهتمام بالحاجة اللي موائز فيها ابننا ثالث حاجة نوزع معامل بيت توزيع يتناسب مع طبيعة كل فرد من الأفراد فيه فرد بيحب العمل بالإيد آه ده ممكن يساعدني في تنظيف البيت ويساعدني في كذا واحد بيحب يفكر يفكر لنا عن نعمل إيه في خلال الرحلة اللي جاية في الأجازة نوزع المعامل ليه شخص فنان يعمل لنا أي حاجة كده فيها جمال في الأكل ويعمل لنا حاجة فيها كلام رسمة كده يعمل لنا أي حاجة ما تيجوا نشوف المنطقة الفلانية ويحلين لنا الكلام ده هو ده اللي احنا لازم نعمله رابع حاجة نبطل كتر الانتقاد ونتعود ان احنا نمدح الحاجات الحلوة مش بس نمدح الحاجات الحلوة كمان ونستثمرها الحاجات من الحاجات المهمة كمان ان احنا نعمل مسابقات نبقى عارفين ان المسابقات دي بتتمنهم ان كل واحد يبدع في حاجة نعمل لهم عمل في فريق وكل واحد يعمل حاجة زي مثلا ان انا اخليهم يتولوا ان هما يخططوا الرحلة احنا طلعين او يخططوا لجلسة عن عودة مع بعض او العزومة اللي جاية يقولوا ان انا نعمل ايه في العزومة اللي جاية في واحد بيقدر يتعامل مع الشخصيات الصعبة فيقول لنا لما الست اللي بتيجي وتعد ترغي كتير انا نعمل ايه معاه او لما واحد تاني يقول لنا ازاي ايه الاكل انا نقدمه واحد تاني يقول لنا والله احنا محتاجين ان احنا نكون نفسنا هادية وما تتاقوفوش عندي الكلام الترتيب ده ليه الزيارة اللي جاية هتخلى اولادنا كل واحد فيهم يحس ان هو ليه دور في البيت وتحسس ان هو احنا مش غيرانين حسسهم انهم مقرايبين من بعض فتموت الغيرة دايما بقول كده ان الغيرة تموت ما بين الفريق الواحد لان كل واحد منهم يشعر بان الاخر جزء من وجوده وجزء من حقيقته وجزء كمان من راحته عايزين نعيش مع بعض على اننا جسد واحد ما فيش حد فينا يقدر يعيش من غير التاني وده هو الله يقدر يخلينا نبطل غيرة عشان يقول لعيزوا بالله ما نوصلش للقراهية واكتر حاجة ان احنا نعلم اولادنا ان احنا بنحبهم على كل حال وان احنا معاهم على كل حال وان احنا بندعمهم على كل حال ما فيش حد بيبقى افضل عندنا عشان هو اكثر انتاجا لكن عن علمهم انهم هنكفقوا على افعالهم لكن كلهم ليهم منا الدعم والمحبة والود وانفضل صبرين عليهم مهما كان اي حد فيهم تكلفته علي علينا لان في الحقيقة دي مش تكلفة ولكن دي فرص عشان نقدر نقرب منهم ونحبهم اكتر يا رب وفقنا ان احنا نكون قادرين ان احنا نكون في هذه الصنعة اللي ربنا سبحانه وتعالى شرفنا بيها ان احنا نكون من مربين يا رب العالمي من المترجم انتصر من الصعب نعم ترجمة نانسي قنقف اشتركوا في القناة